أروح مع حضراتكم بقى لصفقات شتوية محتملة وكلام كتير الحقيقة على عدد كبير جدا من أهم وأبرز نجوم أوروبا هل من الممكن نشوفهم بيغيروا ألوان التيشرت بتاعتهم وانتمعاتهم فيه خلال المركات والشتوي تعالوا نستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات طبعا دي اللقطات اللي بقول حضراتكم عليها من ثواني يمكن لعيبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي بيتجهوا لقاعة المحاضرات عشان يسمعوا محاضرة مستر بيتسو موسماني اللي هتكلم فيها أول مرة بتتجمع الفرقة بشكل كامل من فترة طويلة جدا في يعني في أعتقد في شهر 12 يمكن من ساعة مباراة سموح شهر 12 كله ما اجتمعتش فرقة النادي الأهلي إلا يوم 20 عشان تقابل الرجاء يوم 22 بس إن شاء الله بإذن الله متطمنين متطمنين على اللي كانوا موجودين مع منتخباتهم الدولية شفناهم وتابعناهم بدر بنون مع المغرب قائد المغرب علي معلول قائد منتخب تونس عمر والسولية ومحمد شناوي قادة منتخب مصر الأهلي غني الحقيقة بولاده وبنجومه اللي إن شاء الله على مستوى المسئولية والحدث وقدرين إن شاء الله يرجعوننا ببطولة كاسل سوبر وعلى الرغم من فوارئ الإمكانيات دايما بأكد وبحب بذات السوبر ده والنهبي يعني السوبر ده على وجه التحديد أنا بحب دايما أدي مهما كان الاسم الخصم مين يعني هو يمكن لو رجعنا للسوبر مصري فيه درس وفيه عبرة لابد إن احنا نحطها قدام عينينا مهما كانت الفوارئ ومهما كانت الإمكانيات بتصبه في مصلحتك المباراة اللي بتتحسم أو البطولات اللي بتتحسم من المباراة واحدة دي ملهاش أي منطق وملهاش أي مقاييس قدر تقيس عليه ترجمة نانسي قنقر